موسيقى كوريا بالسعودية الكويت ما عدا المملكة الأردنية لم يزرها سيد محمد باقر الحكيم ولكن كانت لديهم اتصالات وحسب علمي أنه كانوا يكنون الاحترام للقيادة في الأردن والقيادة في الأردن أيضا تكون الاحترام العائلة في المالكة في الأردن تكون الاحترام للسيد محمد باقر الحكيم في ذلك الوقت هكذا كنا نسمع المشروع الثماني كان خطير جدا على المعارضة العراقية لأنه كان يتصدى له محمد باقر الحكيم كان لا يؤمن بأسقاط النظام من الهرم قال يجب أن نسقط النظام من السفح يعني نأتي من الهور على طريقة الكفاح المسلح فكان ضد الحصار كان ضد التجويع ورؤية تواضحة محمد باقر الحكيم لكن من دخوله للعراق بعد 2003 الشعار رفعه لم يكن موفق صدام النذل وينه يعني أنت جاي خلينا نقول منتصر حالة تشفي هذه حالة تشفي هو مو هو قال بس القادة ما يشفون اسمح لي مو هو قال هو ردده ردد مع الجماهير في حالة عاطفة جياشة شون هو الشعار بينما صدام حسين الماتر يعني بصرف النظر نعم نحن نحن تاريخ صدام حسين الماتر الخميني قال الله يرحمه لأنه صدام حسين كان لا يحترم محمد باقر الحكيم حينما سئل طارق عزيز عن محمد باقر الحكيم قالوا له أنه هذا الرجل معارض كبير ولديه قوة على الأرض قالهم خليه يخدم عسكرية أولا هارب من العسكرية حاول يقزمه هذه طبعا أنا كنت عند قريب من السيد محمد باقر الحكيم كما بيهم؟ ألمت كثيرا أنا انطيت هيابي حذر قلت له سيدنا البارحة هيتشي كان هناك تصريح لطارق عزيز صمت ولكن صمته كان مؤلم بصراحة كان متألم بس ما عبر عن الشي لا شتم ولا صار عنده رتفعل كيف قدرت تكسر حاجز علم الثقة بحيث تقدر تنسجم مع المجلس الأعلى وأنت أسير أنا أصولي شيوعية دخلت إلى الحرب أنا كنت من اليسار العراقي لا هاي شوية يجوز تغفر لك مو بعثي مو بعثي حسنت عندما صرت سكرتير تحرير لجريدة الشهادة وبقيت فترة يعني وكنا نعمل جرد الشهر الثقافي طبعا حصرا وكانت عندنا جلسة للتحليل السياسي نحدد الخطاب الإعلامي للمجلس الأعلى لمدة أسبوع قادم دائما خلال هذا الأسبوع نحدد أنا أخذت دور مقرر جلسة التحليل السياسي فأنا المقرر أرفع محظر الاجتماع إلى السيد الحكيم كان معجب بأسلوبي معجب بطروحاتي وكانت تسجل وأحيانا يقول لهم خلي أسمع وكنا نستدعي قادة في يوم الأيام استدعينا من شمال العراق ذاك الوقت شمال العراق اسمي هس اسمه كردستان يزعلون الأكرار ذا يقول شمال العراق من شمال العراق استدعينا مثلا عادل عبد المهدي وكانت أول مرة نتعرف عليه وانطاننا رؤية وكان يتحدث بشكل جميل مثلا وهكذا فبدأ السيد الحكيم يعني يقولهم أريد أشوفه وفي يوم من الأيام في ذكرى اعدام محمد باقر الصدر رحمه الله طلبت منه أن يكتب كلمة لأن كان عندنا عدد خاص فقال لي سيدنا أنت مخول تكتب كلمة عني لأن ما تقوله لا يختلف عن ما أقول اكتشف أنت سيد أولا هاي بيشوف عتلك شو لا لا هي ما أدخل سيد وشوعي مبعثي يبدو يعني هو الرجل يعني كان بينه وبينه مودة يعني حتى عندما حوصرت من عندما اشتغلت بالتلفزيون الإيراني وأجبرت على أن أقول أروندرو اللي هو شط العرب فأنا اعترضت على أزهري كان موجود في تلفزيون الإيراني قلت له أنا ما أقدر أنا ما أقدر أكون معارف عراقي وأقول الخليج الفارسي أو أقول أروندرو أنا لازم أقول الخليج حتى أحافظ بشكل وسطي ولازم أقول شط العرب لأنه أنا عراقي وأشتغل من قناة عراقية الرفعة توصلت إلى محمد باقر الحكيم فاستدعاني قال لي سيدنا ترى الجماعة كلش مشددين الحصار عليك فأريدك تروح إلى سوريا ودبرها هو ما ساعدني بالهروب قال لي دبرها مشددين عليك على هذا الموقف بس؟ على هذا الموقف تم استدعائي وكان يخشى سيد محمد باقر الحكيم أنه إذا تم استدعائي لأنه صارت حالة سابقة أكو واحد قبلي أنا ما أعرفه تم استدعاء وأعيد إلى الأسر وصارت عندنا حالة أكثر واحد اتعارك مع المرور وأعيد إلى الأسر تلاحظت شون؟ لأننا شنو طالعين طالعين منطلنا كارت سيبز كارت سيبز يعني الكارت الأخضر اللي هو ومكاتبين بأزادي يعني أصلا أسير في ذلك يعني هذا الكارت ينظرون أننا دائما إحنا في حالة متدنية في إيران بس أسير هم ما يخالف إنه بالإراق مرتد صرت نروح الفاصل ونرجع مشاهدين الكرام وقفة ونتواصل مع ضيفنا الأسير السابق الإعلام الزميل محمد مرحبا بكم إذن محمد باقر الحكيم قال لك رتب حالك اطلع رتب حالك ورحت إلى سربيل زهاب كان أكو إراقيين كانوا أصدقائنا من البصرة جيراننا رحت استعارت من عندهم بارك تردد بارك تردد اللي هو عدم تعرض ينطونا للعراقيين هناك بدون صورة فأخذت ورحت إلى بغتران أنا وفاضل الكعبي بدون أن نبلغ أي واحد من أصدقائنا ونسقنا مع مهرب كان من حزب الدعوة أخذنا إلى ماريوان ومن ماريوان يفترضي يعدينا فودانا مع إيرانيين وتعدينا مهرب من حزب الدعوة؟ ايه هو مقر حزب الدعوة نحن تشلنا هم كانوا يهربون؟ أنا أعرف اسمها بس عذرني ما أقول هم كانوا يهربون والمثير بالأمر أنه كان يسألني إش قد الدينار العراقي كتل لي إش قال لي أنه إحنا شغلنا هالساعة دينار كانوا يشترون دينار عراقي السويسري وبشكل كبير ويشتروا بالدينار هذا الكلام أي سنة؟ 88؟ هذا الكلام 94 يعني صاير الحصار 93 شهر التاسع صاير الحصار بعد طبع العملة الجديدة فيبدو كانوا عدهم طريقة لطبع العملة يجيبوها من الجنوب من جنوب العراق ويشترون الدينار السويسري زين اللي تمويل نفسهم فهذا ذكر ليها أحد يعني كوادر حزب الدعوة اللي موجودين كانوا يضخون أمال مزيفة للعراق؟ في ماريوان لا ما عندي فكرة بس هم كانوا يستفيدون أنه يطبعون أموال ويشترون سويسري يطبعون أموال في إيران؟ ما أعرف بس إحنا المعلومة اللي عندنا كانت أكو طابعة يعني خاصة لبعض القوى العراقية أنت اتجهت إلى سوريا؟ أنا اتجه إلى شمال العراق أنا كنت متجه إلى تركيا يفترض متجهين إلى تركيا لكن المهربشي لقونا شرطة الحدود فمجرد ضربوا طلقة ذولها تركونا فبقينا أنا وفاضل راحت أغراضنا وحقائبنا وبيدينا نمشي بوحدنا وهذي فوصلنا بعد يومين من هذه وصلنا إلى خيمة فلقينا واحد مثل المطعم يعني فحيشينا يا فارسي حيشينا أنا فارسي قال شتري دون تاكلون بامية؟ قلنا له إيه؟ فجاب إني ماعون بامية وماعون تمن التمن كان أسمر والبامية كانت بدون لحم والخبزة كانت يابسة قلت للي إيش؟ فقال لي بالفارسي قال لي إحنا بهذا وضع العراق قلت للي إيش إحنا وين؟ قال أنت في مدينة كوخلان بالسليمانية دخلت الحدود للعراق فاكتشفنا نفسنا النوع بالسليمانية أنا أتذكر في تلك اللحظة دكتور ذكرت فيلم الفراشة ورواية الفراشة اللي هي تتحدث عن السجن وكيف تتخلص من السجن فذكرت آخر جملة قالها ستيف ماكوين عندما ودع دسنا هوفمان عندما ذا بنفسه هرب الهروب الأخير قال ما زلت حيا أيها السفلة فقلتها بصوت عالي بالمطعم اللي كنا بس أنا وفاضل الكعبيبي ففاضل قال لي من السفلة؟ قلت لكل الذين تسببوا بآلامنا هم سفلة كل الذين لم يجعلوا الحرب آخر خياراتهم هم سفلة كل الذين حرصوا على أن يطيلوا أمد الحرب هم سفلة كل الذين ضيعوا شبابنا في معركتين بائسة هم سفلة وفعلا إحنا ضحية يعني ضحية قرار سياسي كان من الممكن تجاوزه أنت الآن بالإراق